متى ينتهي فيروس كورونا من العالم؟ ببساطة شديدة الإجابة بسيطة جداً لما ينتهي العائل بتاعه البكتيريا أو البعوض أو أي أن كان الكائن اللي بيعيش عليه الكورونا أو الفيروس كوفيد أما ينتهي أما أكله ينتهي هو هينتهي هو بيأكل إيه؟ نعرف هو بيأكل إيه؟ زي أي كائن كل الفيروسات اللي كانت موجودة في العالم كانت فكرك انتهت بالأمصال؟ انتهت بالحؤن؟ لا طبعاً يا حبيبي ده بأمر ربنا بتاعة كائن معين أمر إنها تبدأ وعليت وانتشرت في العالم وفي وقت معين أمر إنها تنتهي فانتهت فانتهى الفيروس بالتبعية فكورونا دورة حياته قد سنة اثنين تلاتة ما نعرفش لكن في الوقت اللي تنتهي دورة حياة الكائن اللي هو بيعيش عليه أو بيتغزى عليه أو بينقله بالسرعة دي في الجو ساعتها هو هيموت أو يتضاقل أو يبقى مش قوي مش قادر يكمل حياته كذلك انت حياتك في روسيا أوكرانيا نفس الكلام ممكن تنتهي بانتهاء الحاجة أو المهمة اللي انت بصدادها هنا أمام البوب الكبير بتاعهم بتاعهم انت ممكن تبقى رايح عشان دراسة مجرد تنتهي الخامس سنوات بتلاقيهم يقولولك ايه يلا باي 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 اجد عند احنا واكلين عيشوا مع الحساوة يعني العشرة ما تخونش غير على ولاد الحرام ايه يا عم انا ابن الحرام ملكش دعوة انت بس امشي بس بابا ومش عايزين نشوفك في أوكرانيا تاني او مش عايزين نشوفك في روسيا تاني روسيا مؤخرا طلعت قانون ان المتخرجين من جامعات روسيا من حقهم يقدموا على الاقامة المؤقتة ايه ده حاجة حلوة طيب بعد الاقامة المؤقتة نعمل ايه اتجوز بقى واعمل جنسية ولا خد اقامة دائمة ايه شوف انت ايه اللي ينسبك ايه ساعات بيبقى فيه يعني عارف رغبات دفينة جو الواحد هو مش بيينها هل انت عايز تعيش في روسيا وخلاص ولا عايز تعمل حاجة معينة في روسيا واللي هي دورة حياتك هتعيش عليها اللي هو انت وظيفة معينة مش موجودة في بلدك تشتغالها هنا يعني بستغرب الناس اللي جاي هنا روسيا علشان تشتغل في كافيهات الله هو حضرتك ما عندكش كافيه في بلدك هو انت كنت تشغالش غلانة تانية هو انت جاي تكتشف الكافيهات هنا في روسيا لا هل المرتب اللي بتاخده واو قوي يعني فارق كتير عن اللي كنت بتاخده في مصر صدقني فيه ناس كتير شغلة في كافيهات في مصر ظاهرين هو غلبان ومرتبه ضعيف وكل حاجة بس بيلقت رزقه وبياخد تبس كويسة وبيشتغل حاجات جنب الموضوع ده وانا عارف وانتوا عارفينه فممكن سكته حلوة احسن في بلده من روسيا فانت جاي هنا انت كتشف سر اللي محدش عارفه يعني سر المطاعم سر الكافيهات لا لازم انا بقول ليه لازم لانه لازم ان انت تشتغل في حاجة جديدة حاجة مش هتلاقيه غير هنا غير في روسيا تتفرد بيها وتجيب لك دخل كبير وتخليك مرتاح مرتاح مش راسي فلوس لا نفسيا كمان انت مرتاح ان انت بتعمل حاجة بتحبها حققت حاجة مكنش عارف تعملها في مصر علشان مثلا ايه الحاجة دي جامريكا ما بتخشش مصري مثلا بيمنعه في الجامريك او في الكاستمز او في الكده يعني حاجات مثلا عايز تتاجر في حاجة الحاجة دي طبعا غير المخدرات يعني ولا السلاحة بتاجر في حاجة هي مسموح بيها في بلد زي او او روسيا فدي بتترحلك ان تتاجر في الكلام ده وتجيب بيزنس كويس وانك انت تفاهم في الحاجة دي اصلا بس المشكلة ان في مصر بيدخالها البلد صعب او مسلا تشتغل في حاجة هي مدخلتش روسيا قبل كده انا كل ده بتكلم عليه تجارة يعني حاجات كده ده غير لما اتكلم بقى في السياحة انت ممكن تعمل يعني احد الناس الناجحين ما شاء الله في بيرم مصري واحد مصري يعني اشتغال للروس ودي الشطارة دايما اقول لك ايه ما تيجي تشتغل اشتغل على انك تطلع قرش من الروس يعني ناس كتيرا من الموجودين في اوكرانيا وروسيا اول ما ييجي يشتغل ويبقى فرحام لقيت وظيفة وبتجيب فلوس كويسة ايوا ايه بعمل دعوات للطلبة العرب يعني بتمص دم الطلبة العرب يعني كأنك قاعد لسه في الوطن العربي مخرجتش منه انت ظاهريا عايش معلش فيه في الكادر وورا كده بنات محجبات معلش احنا في ايه في الجمهورية فيها مسلمين يعني انا مش بأكد اوي على حتة ان يقول لك جمهورية اسلامية لان الجمهورية اسلامية ده يعني كل فيها مسلمين والادارة مسلمة وده مش صحيح مش كلهم مسلمين ولا الادارة كلها مسلمين فيعني ولا نقدر نقول مثلا ايه دي جمهورية مسيحية برضو لان برضو فيها مسلمين مش كلهم مسيحيين فتمشي كده وتمشي كده ممكن نقول المدينة دي فيها مسلمين مدينة دي فيها مسحيين مدينة دي فيها يهود زي قدسة مثلا فيها يهود كتير نقول فيها يهود ما نقولش عليها دي مدينة يهودية فيه ناس تقول لك كده يهود يعني عشان لقاله مسلا عشرة يهود ولا حاجة المهم نرجع لموضوعنا فدورة حياتك اللي انت معتمد عليها في روسيا واوكرانيا لازم تبقى حاجة تقولت الاجل عشان تضمن ان انت تقعد مدة طويلة وتحقق حاجة كبيرة ان انت قعدت مدة طويلة بالتالي او بالاحرى هتحقق حاجة كبيرة فيبقى البلان بتاعتك ماشي كده ممكن تلخبط في الاول تخبط في الاول لكن لازم توصل للتون المزبوط للموجة الصح لحد ما تصبت الموجة ممكن تاخد لك شوية وقت تتعلم تصطدم تتصدم في حاجات لحد ما هتوصل للصحة في الاخر لكن ان انت هتفضل طول الوقت تنشغل بالطريق عن هدفك الرئيسي ده مش صحة وهتلاقي دورة حياتك في البلد انتهت بسرعة وعايز تمشي اوام اوام وانا تحس انك محققتش حاجة انك ضيعت خمس سنين او اربع سنين من عمرك في اللاشئ وده بيحصل انا مش بتكلم على حاجة مثلا غيبيات ولا بخمن لا دي وقائع بشوفها مع ناس ناس هتموت عشان تخش اوكرانيا وناس ثانية بتتمنى وبتحلم باليوم اللي هتسيب فيه اوكرانيا صدقني روسيا نفس الكلام ناس بيقولك اي انا خلاص مش طايق البلد دي وهمشي وبيعد خلاص الايام علشان يجمع تمنت تذكرة ويمشي ويسيب البلد بنشوف السيناريوهات دي يا ريت دورة حياتك متنتهيش مع انتهاء الكوفيد لان الكوفيد بيصير وينتهي ان شاء الله لكن انت دورة حياتك لازم تكمل ونجاحاتك لازم تستمر وتشوفها قبل ما تسيب البلد ومش لازم تسيب البلد مادام جيت بلازم تجيب فلوس من اهل البلد مش من ولاد جلدتك من ابناء جلدتك اللي هم العرب حاول دايما تكون صباق بافكار مش موجودة حتى عند الروس والاوكران اللي عايشين في البلد